موسيقى موسيقى اهلا بكم من كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين اهلا بحضرتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة معانا حلقة جديدة النهاردة وفيها رسائل واخبار مهمة جدا وفوائد مهمة جدا معانا رسالة همة للمغرب وهو بيلعب النهاردة ضد اسبانيا في كاس العالم فرسالة همة ولازم نشوف ايه اللي هيتم كمان معانا خبر حافظوا على اولادكم بريطانيا تسجل ثامن وفاة في الاطفال وفي خلال الكاميوم اللي فاتوا يا جماعة فهنشوف برضو الخبر مع بعض ومعانا دواء تخفيف الوزن السحري وده عامل الابان في العالم كله ويشعل العالم كله ويشعل هليوت بالكامل هذا الدواء هنعرف ايه هو ومعانا الفائدة الصحية او الطبية اللي اصر كل مشترك القناة تسعين في المية على وجودها في كل فيديوهاتنا وهي اعشاب ذات خصائص مذهلة مضادة للسرطان او للكنسر عفانا وعفاكم الله يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل وقبل ما نبدأ في الاخبار ففكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو ما تبخلوش علينا به وكمان يا جماعة ما تنسوش تنشروا الفيديو علشان ممكن يفيد الاخرين ويدعم القناة واي حد جديد معانا وعايز يوصلوا كل جديد يشارك في القناة هيدوس على الزرارة تحت الفيديو اللي مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب بالانجليزي هيصلوا كل جديد في كل ساعة وكل لحظة واخيرا وليس اخيرا مع اقتراب نهاية هذا العام الغريب اولا نقول الحمد لله على ما وصلنا اليه ونقول كمان اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزل رحمتك ونطفك على عبادك يا رب العالمين وما تخليش نفسك ولا شطانك زي ما بقول دايما يمنعك انك تقول امين او تردد الدعاء وكتابة الدعاء بتفرق انك بتشجع الريرك حتى لو قلته في سرك لما تكتبه بتشجع الريرك ينطقه او يكتبه زي حضرتك يلا بينا نبدأ اول خبر معانا والخبر الاول بيقول ايه الخبر الاول عن الاعشاب ذات خصائص محتملة مضادة للسرطان ومنها الزنجبيل وفيه اعشاب كتيرة جدا يا جماعة وقبل ما نبدأ طلب شخصي واول مرة يمكن اطلب منكم طلب شخصي اه الدعاء لزوجتي زوجتي جالها مرض خطير جدا 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 وهي انسانة اه فوق الوصف انسانة اي اه يعني بتعمل كل شيء في الحياة اه من اجل بيتها وزوجها واولدها ف اه في اه في قلم شديد في مرض شديد وبطلب من حضرتكم بكل قلوبكم اه تدعو لها اه بالشفاء فالموضوع صعب جدا والموضوع مؤثر على علي حتى جدا فارجوكم تدعو الى زوجتي بالشفاء العاجل باذن الله وباذن من الله سبحانه وتعالى باذن الله يا رب اه نخش بقى في الموضوع ايه هي الاعشاب اللي منها الجنزبيل المضادة للسرطان هذا المرض العين عفاكم وعفانا الله دائما ويشفي كل مريض يا رب اه طب الاعشاب هو نظام طبي قديم يعتمد بشكل اساسي على الاعشاب ازدادت شعبية الاعشاب والمكملات بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية حيث يتجه المزيد والمزيد من الناس الى المنتجات والعلاجات الطبيعية والامنة والاقل تكلفة بعض الاعشاب شائعة الاستخدام تشمل الصبار والتوم والكركم والزنجبيل ماذا لو قلنا ان بعض هذه الاعشاب الشعبية قد تساعد ايضا في علاج امراض خطيرة مثل السرطان نعم العديد من الاعشاب والتواب والتوابل لها خصائص علاجية دعونا نلقي نظرة على بعضها الريحان الريحان من المعروف ان هذه العشبة تمتلك خصائص مضادة للاكسادة ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا تشير الدراسات قبل السريرية ايضا الى انه قد يساعد ايضا في علاج السرطان الثوم يشتهر الثوم بخصائص الطبية يعتقد الخبراء ان الثوم او الثوم يعني يمكن ان يساعد الجسم على محاربة الامراض بما في ذلك السرطان من خلال تعزيز جهاز المناعة اظهرت الدراسات الوبائية ايضا ان التوم يمكن ان يقلل من خطر الاصابة بالسرطان الكركم اظهرت الدراسة او الدراسات المعملية ان الكركم المكون النشط في الكركم له خصائص مضادة للسرطان يبدو ان لديه القدرة على قتل الخلايا السرطانية ومنع نمو السرطان الزنجبيل اظهرت الدراسة التجربية ان الزنجبيل يمكن ان يمنع نمو العديد من انواع السرطانات مثل سرطان الجلد والمبيض والثدي والجهاز الهضمي يا جماعة ياريت ياريت لان انا اعرف ناس عيشة في حياتهم زي شرب الشاي بيعمل كباية جنزبيل عليها معلقة او نص معلقة من الكركم على نص معلقة من الرحان وعيشين حياتهم قدلهم عشر خمساشر سنة بالطريقة دي ولا يعني انا شايف ربنا اديهم الصحة والعافية دايما صحيتهم ممتازة فعود نفسك كل يوم الصبح نص معلقة جنزبيل ونص معلقة رحان ونص معلقة كركم في مياه مغلية ودوبهم وكده طب الطوم علشان الناس بتتدايق من دايق وكده هات في حاجات اسمها طومك بلس او ثومك بلس موجودة في كل الصيدليات الطوم المركز حباية ملهاش ريحة ولا لها طعب بتاخدها بتتحلل في معدتك الى طوم طبيعي ومركز 100% حباية في اليوم اللي مدت مثلا شهرين وتبطل اسبوعين ثلاثة وترجع لها تاني رائعة جدا جدا حاجات بسيطة جدا في بيتنا لو زي ما انت مهتم بفنجان القهوة بتاعك ومهتم بفنجان او بكباية الشاي بتاعتك اللي بنسميها دي الكنز اولا معجزة من عند الله لان احسن من الكامويات بكتير لو عودت نفسك عليها فترة طويلة هتفرق معاك حاجات دي مش بتشتغل في يوم ولا اتنين ولا تاخد منها كباية وتبطل اسبوع لا كل يوم اعمل القصة دي لان بمعرفتي الحياتية لاشخاص هم اكبر مني سنا بكتير ولكن صحتهم افضل بكثير وربنا يديهم الصحة والعافية بسبب ان بيعملوا هذه الكباية يوميا فبالف صحة وعافية وبالهناء والشفاء وربنا يشفي كل مرضانا يا رب وما تنسوش الدعاء الخاص اللي طلبته لزوجتي ربنا يعفي عنها وتقوم بالسلامة بإذن الله عندنا بقى منديال قطر والمغرب ضد اسبانيا ومهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة ورسالتي المطش النهاردة بتوقيت جمهورية مصر عربية الساعة خمسة وكل العرب وتاني بقول رسالة للمغرب مئة مليون مصري بيشجع المغرب النهاردة النهاردة مصر اكن فيها اجازة الناس بتحل شغلها علشان معاد المطش انا نفسي والدنيا كلها خلاص حطينا وقت الساعة خمسة ده هيبقى ان شاء الله وقت محتوط مخصص للمغرب فطالب برضو من حضراتكم الدعاء للمغرب كون دخول دولة عربية وفريق زي منتخب المغرب في نهائيات كاس العالم وممكن بسهولة يصل المغرب الى الحصول على كاس العالم ده هتكتب في التاريخ يا جماعة ان دولة عربية قصرت هذا القيد فكلنا قلوبنا مع المغرب وكلنا قلوبنا مع المنتخب المغربي والمهمة زي ما بيقولوا صعبة ولكن ليست مستحيلة فندعو جميعا للمغرب ونشجع كلنا المغرب النهاردة ويمكن الكورة وحدتنا لو كانت تونسية اللي بتلعب والله كنت هبقى تونسي في هذا المطش والله تاني لو كانت الجزائر كنت هبقى جزائري لو العراق هبقى عراقي لو ليبيا لو اي بلد خلقها ربنا كانت بتلعب كنت هبقى نفسي لان احنا منتميين الى ارض وحدة منتميين الى هذه الارض الافروقية وسماء وحدة فجماعة يمكن الكورة وحدة اللي معرفش يوحدوه الحكام فارجوكم ندعو للمغرب النهاردة ونشوف ايه الكلام اللي ايلينه على هذه المباراة يشهد استاد المدينة التعليمية في السابعة مساء بتوقيت ابو ظبي وعندنا الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وذلك في اطار دور خروج المغلوب دور الستة عشر من بطولة كاس العالم لكرة القدم وسيكون منتخب المغرب او اسود الاطلس واسبانيا او الماتادور طرفي المباراة النارية التي ستقام على استاد المدينة التعليمية وتبدو المباراة صعبة بالنسبة لأسود الاطلس ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة وانا بقول للمغرب ليست مستحيلة فعلا على منتخبكم هذا القوي خصوصا بعد ان نجح المنتخب المغربي بالتفاوق على منتخب بلجيكا زي نائط بلجيكا التصنيف العالمي العالي عالميا زي التصنيف العالي عالميا وبعد فوز اليابان على الماتادور في اخر مباراة المجموعة الخمسة وتأهل منتخب المغرب الى الدور ثم نهائي بمونديال عشرين اتنين وعشرين بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط من الفوز على كل من بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا اما منتخب اسبانيا فقد تأهل الى دور ستة عشر من كأس العالم المركز الثاني في المجموعة الخمسة برصيد اربع نقاط جمعها من الفوز على كوستريكا والتعادل مع المانيا قبل ان يخسر امام منتخب اليابان فكلنا اليوم مغاربة وكلنا اليوم نشجع المغرب ويعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز اليوم للمغرب وده توقعاتي باذن الله تعالى علشان تقولوا فادي توقع فوز المغرب باذن الله يا رب يعني مبروك مقدما للمغرب بإذن الله في هذه المباراة نخش بقى على زي ما حذرتكم في موضوع مرض المكورات العنقودية وقلنا انبارح ان كان ده النهار ده احنا بنكلمكم التلات ستة ديسمبر او التاريخ فوق علشان اللي عايز يوصق التاريخ هجيب لكم بتاع انبارح يوم الاثنين خمسة ديسمبر انا جيب لكم الفيديو ده والخبر ده ان ارتفع عدد ضحايا الى سبع وفيات من المكورات العنقودية وهي تنزل بالخطر النهار ده في ستة ديسمبر بريطانيا تسجل وفاة تامن طفل يبقى تامن وفيات يعني كل يوم كده بيبقى عندهم وفاة فاللي يخلي المرض ده يظهر في بريطانيا اللي المفروض انها من اكبر الدول اللي فيها رعاية صحية وفيها يعني حاجات اكتر من دول عربية بكتير ولكن هذا المرض بدأ ينتشر وحل وعلى طول بيعمل وفاة يا جماعة بيعمل وفاة وبييجي الاول احتقان في الزور وشوية سقونة وكده وبعدين بيعمل وفيات فانا تاني بحذركم حفظوا على اولادكم ازاي ان شاء الله كل الاطفال في المدارس حاليا يلبسوا كمامات قلنا ان في مرض غير الفيروس المخلوي هما بيقولوا عليه الفيروس التنفسي المخلوي ولكن المرض ده منتشر دلوقتي الفلونزة جديدة جدا 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 عند الاطفال بالذات ومش عارفين ايه حلها ومش عارفين ايه سببها لدرجة بقى في مدارس كتير بتطالب بالاغلاق فالموضوع بقى المتكورات ديت كمان جه جديد ومحدش عارف عنه حاجة ومحدش بيتكلم عليه في اي دولة عربية خالص فكل اللي طالبوا بحضراتكم توعي طفلك انه يحضن ولا يبوس طفل ولا يهرج معاه وهم قريبين من بعض لا انه يشرب من ازاسته ولا من زمزميته ولا من نفس كوب بيته لا وفهموه انه ده فهموه بكل الطرق التربوية انه ده خطر جدا 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 فانه ياكل معاه من نفس الطبق اللي بياكل فيه ولا من نفس الحاجة انه يعمله مع بعض الحاجات دي يا جماعة خطر وخلي طفلك فاهمه برضو عوده في البيت قدامك كل عشر ده يقوم يغسل ايديك لان الايد اللي بيمسك بيها مكان صديقه العيان هي نفس الايد اللي بياكل بيها وهي نفس الايد اللي بيحطها في بق وهي نفس الايد اللي بيدعك بها يعنيه فجماعة الموضوع ده خطر وبيتفشى وبقت فيه وفيات اطفال هنا يعني تعال نشوف بقى بيقول توفى طفل جديد في بريطانيا يوم الاثنين بعدما جرى تشخيص اصابته ببكتيريا المكورات العنقودية آي ومع هذه الوفاة ارتفع الى تمانية حصيلة وفيات بكتيريا المكورات خلال الاسابيع الاخيرة في بريطانيا وكانت البلاد سجلت قبل ساعات الوفاة رقم 7 بسبب هذه العدوى ده مبارح بس وكان طفل عنده 12 سنة ودلوقتي الضحية رقم 8 في مدرسة اساسية في مقاطعة هامبشر جنوب بريطانيا وانتشر شكل معدي للغاية من العدوى البكتيرية اي في شتى انحاء بريطانيا خلال الاشهر اخيرة مع تحذير الحكومة البريطانية للاهالي بان يكونوا يقزين في مواجهة الاعراض التي تظهر على اطفالهم تاني وانتشر بشكل معدي للغاية يا جماعة ارجوكم ابنائكم هتسألوا عليه ابنائكم امانة في ايديكم وتوعيتك هي الامانة مش ان انت تأكلوا وتشربوا وتجبلوا لبس وتفرح بقلق يعني توعيتك لي وتربيتك التوعاوية في العناية الشخصية والنظافة اهم اهم من اللبس الجميل اللي بتجيبهوله ولا الحاجات واللعب فوعي ابنك ووعي ابنك ووعي ابنك الايام دي احنا كل ما يقترب الشتاء كده كل ما هنلاقي فيروسات اخطر ربنا يحفظ اولادكم ويحفظ اولادنا ويحافظ على الجميع ان شاء الله اه نخش هنا بقى على موضوع الدواء التخصيص لقالب الدنيا دواء تخفيف الوزن السحري مشاهير اه يصلون الى سر سيماغلوتيد اسمه كده الدواء ده اصلا يا جماعة دواء كان دواء سكر دواء لمرض السكري للناس اللي عندهم السكر او السكري وبياخدوه كان دايما ولكن اكتشفوا ان الدواء ده بيخسس حوالي عشرين في المية من وزن الجسم في خلال اربع خمس شهور عشرين في المية يعني اللي عنده مية ميت كيلو هيبقى يخس عشرين كيلو بمجرد ما بياخد الدواء ده بس فالعالم كله ومشاهير هوليوت بقى تجري وراه والمفروض ان ده دواء سكر فحتى لو حد هيجيبه وعرف اسمه لازم يسأل الدكتور الكلام احنا مش بنقول روحوا هاتوا الدواء لكن بنجيب هذا الخبر لانه بقى ترند في كل حتة يعتبر حرق الدهون وتخفيف الوزن من اكثر الاهداف التي يسعى الناس لتحقيقها على الصعيد الصحي وفي هذا الاطار تحديدا ظهرت العديد من الادوية للمساعدة في واحدة من اكثر الرحلات صعوبة دواء اشتهر في الفترة الاخيرة بعالم تخفيف الوزنة اثار اعجاب الناس لا سيام المشاهير في هوليوت واصبح اسمه من الاكثر تدولا على التيك توك اللي جايب لنا خراب ومع استخدام الدواء فقد المرضى ما معدله 17% من اجمال وزن الجسم على مدار 68 اسبوعا هذا بالمقارنة مع 5 الى 9% من الادوية القديمة المضادة للسمنة مثل الميتوفورمين يعني الادوية العديدة كانت بتعمل من 5 الى 9% اقصى حاجة 9% من وزن الجسم ولكن هذا الدواء عمل معدل 17% من وزن الجسم يعني اكن ضعف الادوية او 3 اضعاف كمان وبسبب كثرة الحديث عن فوائد الدواء السحرة وعلى الرغم من الرأي الطبي القائم على عدم تناول الدواء بدون وصفة طبية تسبب الطلب الزائد عليه بنقص في التوريد واتهم المشاهير باستنزاف الامدادات بالوقت الذي يكون فيه مرض السكر بامس الحاجة للدواء واصدرت الشركة المصنعة نوفو نوردسك بيانا تقول فيه انه سيتم تجديد امداداتها بحلول نهاية العام ولا ينظم سيماغولتيد نسبة السكر في الدم فقط بل انه يستهدف هرمونات الامعاء التي تنظم شهيتنا تلك التي تخبر الدماغ عندما نكون جائعين وهنا الاثار الجانبية ارتداد الحمض الغثيان وتفاقم اعراض القولون العصبي والتهاب البنكرياس وحصل مرارة والجرعات العالية تتسبب في اورام الغدى الدراقية وقال اخصاء التغذية توم ساندرز التحدي بعد فقدان الوزن هو منع استعادة الوزن قد يكون الدواء مفيدا على المدى القصير ولكن لا تزال هناك حاجة الى تدابير صحية تشجع التغييرات السلوكية في مثل ممارسة الرياضة وتخفيف تناول الدهون فيا يا جماعة محدش يروح يجيب السيماغولتيد دوت مرة واحدة الا لما يسأل دكتور واه هو بيخسس واه في ناس خسط منه كويس جدا ولكن لازم سؤال الطبيب او الدكتور في هذا الدواء اللي قالب الدنيا كلها هنا يعني فيه اخبار تانية بس انا طولت كده على حضراتكم وده اللي احنا كنا بنعده وعشان كده مع نهاية الفيديو بفكر حضراتكم اولا يا جماعة الدعاء لزوجاتي اذا ما طلبت منكم اول مرة اطلب منكم ده ولكن تحتاج الى دعائكم كل واحد يدعي لها بالشفاء ان شاء الله الله يعوض عن هذا وان شاء الله يعني مردود له هذا كله فتاني انا عارف ان انا بضيع وقتكم ده ولكن انا بحتاج الى الدعاء الى زوجتي ما تنسوش كمان الاشتراك في القناة ما تنسوش عمل لايك للفيديو ما تنسوش نشر الفيديو في كل مكان حتى تعم الفائدة استنوني فيديوهات مهمة جدا جدا مبروك مقدما للمغرب باذن الله ودعاء الكامل للمغرب بالكوز ان شاء الله واترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع اشتركوا في القناة